موسيقى مساء الخير ذكرت وكالة الطاقة الدولية بتقريرها أنه ممكن تشكل الطاقة الشمسية أكبر مصدر الكهرباء بحلول العام 2050 وممكن نتأمن أكتر من 16% من الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية بتشكل بأيامنا أقل من 1% من ساعة الطاقة الانتجية بأنحاء العالم وسين رح تقود نمو الطاقة الكهربائية ورح تلحق الولايات المتحدة وأفريقيا والهند والشرق الأوسط وبالعودة لطاقسنا طاقس أكيد خريفة متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرق إلى البحر الأبيض المتوسط لحرارة معتدلة أما رطوبي عادي الهواء متوسط السرعة البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة 128 درجة أما الليلي طاقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة مترافقة بسحب متوسطة مع سقوط أمطار خفيفة متفرقة ببعض المناطق أما لبكرة طاقسنا غائم إجميلا مع أمطار متفرقة خاصة فوق المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة وبيستقر الطاقس اعتبارا من بعد الظهر وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة يلي راح تسجل الليلة على الساحل إذن عم بتسجل 19 وبيل بقى عم بتسجل 12 وعلى المرتفعات 15 و7 بالأرز أما كيف راح تكون درجات الحرارة يلي راح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية ومنبدأ من عكار بينه 18 الرحب 18 المدفون 30 درجة الدورة 30 وعلمين 29 وصور 28 درجة النباتية 24 بيت الدين 28 تعنيل 24 درجة وبعلبك 24 والهربل 31 درجة أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 50 وال75 بالمية حرارة سطح الماء 28 درجة وسرعة الريح بين العشرة وال25 كيلوماتر بالساعة والريح جنوبية شرقية أما كيف راح يكون الطاقس للليلة واليومين اللي جايين بيشوفون سوا إذن الليلة بتوصل للتسعة عشر وبكرة بين العشرين وثلاثين درجة وأيضا نهار الجمعة بين العشرين وثلاثين درجة والتقسم كمل إلى مشمس وغائم جزئيا وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية فإذن الكويت 40 وبغداد 37 وتونس 32 وأخيرا بارس 22 درجة وهيدا كان تقسنا للليلة أما هلأ بترككم تتابعوا آخر أخبارنا موسيقى موسيقى